اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة اخبار ثامنة من مركز الاخبار بتلفزيون البحرين اهلا بكم انا بصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي لافتتاح المنتدى الثامن عشر للامن الاقليمي حوار المنامة الفين واثنين وعشرين الذي انطلقت اعماله مساء امس وذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولين امنيين وقاد عسكريين واكاديميين من مختلف دول العالم ونقل سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا للوفود المشاركة من مختلف دول العالم واعرب سموه عن اعتزازه بافتتاح المؤتمر في نسخته الثامنة عشر صاحب السمو ونقل سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا للوفود المشاركة من مختلف دول العالم واعرب سموه عن اعتزازه بافتتاح المؤتمر في نسخته الثامنة عشرة نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشار سموه الى همية الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتنامية على صعيد اقليمي ودولي ودعم جهود ترسيخ الامن والسلام في المنطقة والعالم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجميع لافتا الى همية الملتقيات الدولية التي يتم تبادل الرؤى والافكار فيها حيال التطورات والمستجدات الاقليمية ذات الاولوية والتي ترسم الصورة المتكاملة للعمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات الامنية منوها بدور منتدى حوار المنامة في تبادل الخبرات ومناقشة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد رحب سموه بالمشاركين في المؤتمر مشيرا الى ان مشاركتهم ستثري جلسات حوار المنامة وستعزز توجهاته نحو مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تشكل تحديات تتطلب تنسيقا دوليا للتعامل معها معبرا سموه عن امله في ان تسهم جلسات المنتدى في ايجاد حلول سريعة ودعم المساعد الدولية لتعزيز الامن وترسيخ السلام ومكافحة الارهاب والتطرف بشتى صوره واشكاله شكرا 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 بحرين شكرا تعالى أحضر قائم المنم our strong relationship with the IISS spans over two decades i can hardly believe this the manama dialogue is the region's leading security forum a warm welcome to president ursula von den lehne to the kingdom of bahrain we are honored to have you ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر